السلام عليكم ورحمة الله أعزائي الأفاضل مبان ما عرفنا أسباب تشقق القدمين الآن سنتعرف على الوصفات الطبية الطبيعية لعلاج تشقق القدمين وكيعطو نتيجة مزيانة ومهمة بزاف الوصفة الأولى التي نستعملها وتعطي نتيجة مزيانة وفعالة هي وصفة حجر الخفاف والفازلين إذا ندروا الجلينا في الماء الدافي ومن بعد نفركوهم بحجر الخفاف أو الخفان من بعد ما بحت على هذا الحجر وجدتو أنه حجر مهم جدا هو من الصخور البركانية وفي واحد تقاب مسام صغيرة هالتقاب هي اللي كتجعله مهم ومثالي كيزول الخلايا الميتة من الجلد وما تضرش بالجلد يعني هو مهم جدا وتحيد الخلايا الميتة بلا ما يضرب من الجلد بعد ما نشفو رجلينا ندروا الفازلين وندروا مراهم يعني ضروري تقاشر تنبتو بهم حتى الصبح وكل ما تكررت العملية إلا وكتعطي نتيجة مهمة جربوها يعني يراها مزيانة بزاف وسهلة الوصفة الثانية هي الطحين بالروز مع العسل وخلط فاح هي من الوصفات الممتازة التي تزول تشقوقات المقادير ثلاثة المحالق من الطحين بالروز مع معلقة العسل وثلاثة القطارات من خلط فاح طريقات انخلطو هات المكونات وتندهنو بهم القدم ديال الرجل عشرة دقائق حتى نص ساعة منين كنشفو كنفركوهم زيان باش يحيد الجلد الميت دقيقة الروز كيساعد على تخشير البشرة والعسل تيرمم الجروح يعني تيجمع الجروح او الشوقوق اللي عندنا فرجلين والخل التفاح متميز وكي يرطب البشرة الجافة وكي يزول حتى هو الجلد الميت تجربوا حتى الوصفات هي ممتازة الوصفة الثالثة هي السكر البني والليمون اي الحامض وزيت الزيتون المكونات تمنيز المعالقة للسكر البني ومعالقة للزيت الزيتون ومعالقة للعصير الحامض ونصف كاس ديال الماء دافي او كاس طريقة التحضير نوضع هاد المكونات في الإناء او ويع ونخلطوهم زيان نعجنوهم ونفركو بهم رجلينة بالاخص في القدم يعني من 10 دقائق حتى من الساعة وحتى نشوف هاد المكونات ونغسلو رجلينة مزيان بالماء ونشفوهم فاحتاج الوصفة هادية راهم زيانة وطبيعية ومكونات ذيالها كلها فيتامينات وكلها مرتبة تترتب الجلد وكتحيد يعني الشوقوق وكتعطي الليونة للجلد الوصفة الرابعة هي خلط فاح مع الماء المكونات نضيف خلط فاح مع الماء الذي نضعه في رجلينة طريقة نرقد رجلينة في خلط فاح والماء من 4 ساعة حتى 1 ساعة من بعد نفركوهم بحجر الخفاف باش نزولو ذاك الجلد الميت ونغسلوهم ونزيدو لهم شي كريم مرتب وضروري ما نضيرو تقاشر باش نحميو رجلينة من الرطوبة الوصفة الخامسة هي الشوفان وزيت الزيتون الشوفان فيه خصائص المضادة ومرطب البشراء ويساعد على تقشير الجلد المكونات معلقة كبيرة معلقة زيت الزيتون الطريقة التحضير نخلط هذه المكونات لكي نحصل على عجين هذا العجين على الكعب من ساعة ونخطر جلنا بالماء ونشفوه جيد ونقروا العملية لكي نتيجة فعالة لان الشوفان مهم وزيت الزيتون مرتب بالجلد ويحيد الجلد الناشف ويعطيه واحد الليونة نستعملوا هالطريقة ونقروا كبيرة بعد ذلك ضروري حجر الخبز التي تحييض الجلد الميت ونقروا برجلنا بشوفان وزيت الزيتون الوصفة السادسة هي صودة الخبز او بيكربونات السوديوم الصودة الخبز تحيد جد الميت ومضادة للتهابات وكتحيد الروائح الكاريهة المكونات لا تدل مع القطية الصودة ندرهم في واحد الإناء وفيه الماء الدافي ونفرقوهم بالحجر الخفاف من بعد نغسلوهم ونشوفوهم وحتى هذه الوصفة هي منتازة وصحية وكتحطي واحد نتيجة فعالة جربوها وغادي تشوفو من الاستعمال الاول يعني كتبا لكم النتيجة الوصفة السابعة هي الخرقوم وزيت الكوكو المكونات السادسة مع الخرقوم ونزيد عليهم مع القطية زيت الكوكو الطريقة كنخلطو هاد العناصر كندرهم على القدم عشرة ديال دقايق وكندلكوهم مزيان نخلي والخالط حترنا الساعة ودائما نكرروا العملية كل ما سمحنا الوقت باش تعطينا نتيجة مزيانة وهاد المكونات هادو تنديروهم بعد ما نكونو فرقنا رجلينا بحجر الخفاف ونشنفنا رجلينا مزيان وتنديرو هاد الخرقوم وزيت الكوكو باش يرتبنا الجلد ويجمعنا الجروح والخرقوم صحي وزيت الكوكو صحيته هو مزيان ومفيد ديال الجسم يعني نستعملو هاد الطريقة احتهية مزيانة ومفيدة للقدمين الوصفة تامنا هي الوصفة ديال الفازلين وعسر الحامض يعني عسر الليمون مكونات الفازلين مع عسر الحامض تنديرو رجلينا في المدافي تولو تساعة وتنفركوهم بالحجر الخفاف كننشفوهم نخلطو مع القاد الفازلين مع مع القاد عسر الحامض عسر الليمون وكننخلطوهم زيان وندلكو القدم درجل ورجلينا كاملين وكننلبسو تقاشر ديال الصوف الليل كامل وفي الصباح كننغسلوهم وكننشفوهم وكننكرروا العملية يعني كل ما سمحت النات ضروف خاصة في الليل باش تيباتوا رجلين مرتاحين وهذا الوصفة هي رمزية ناض الفازلين وعسر الليمون كلهم صحيين وتيرطبوا الجلد وكيحيدون شوفية ديال الجلد وكيساعدوا في ترميم ديال الشوقوق ديال القدمين اتمنى يكونوا هاد الوصفات اعجبوكم وتمنى انكم تجربوهم وصفات كلها اللي هي طبيعية وصحية وما نعكزوش على الاستعمال ديالهم يعني مكننا نديروهم كل مرة يعني ثلاثة المرات في الأسبوع وليسمح الوقت علاش ما نستعملوهاش يوميا باش تعطينا واحد النتيجة فعالة وليعجباتكم القناة تدعمونا وشاركوا معنا باش يوصلكم الجديد ان شاء الله وشكرا لكم الاستماع اشتركوا في القناة